السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه كل سنة وانتو طيبين احنا النهاردة هنعمل طريقة البيتيفور او اللانكشاير اللي انتو تحبوا تسموه بس بطريقة سهلة وجديدة جدا احنا معنا جماعة مقدار كوباي دقيق من اللي هو الدقيق الفاخر ونص كوب من النشا ونص كوب من السكر البودر ومعلقة كبيرة من البيكنج بودر وكيز فانيليا وبيضة بدرجة حرارة القوضة ونص كوب من السمنة ولازم تكون محطوطة في التلاجة عشان تكون بردة عشان العجينة تطلع متماسكة معي هنحط الاول نص الكوب السمنة اللي هي كوب سمنة بلدي عليها نص كوب السكر البودر بس اهم حاجة اللازم انخلو او اصفيف مصفة اه عشان في حبيبات انا الحبيبات دي انا مش عايزيها عايزي يبقى بودر معي خالص وهقلبه عادي بالمعلقة من غير مضرب من غير اي حاجة عشان يصبح الملمس بتاعي كريمي بعد كده هضيف البضاية اه وكيس الفانيليا لازم يا جميع مع كل بيضة لازم احط كيس فانيليا فعشان كده انا معي بيضة هحط عليها كيس فانيليا واحد بس وهقلبه كويس برضو حتى يمتزك بالمعلقة بتاعتي عادي جدا بعد كده هجيب برضو المصفة وهضيف كوب الدقيق واحدة واحدة اه وهفضل اصفيه عشان برضو مش عايزي يبقى مكالكع معي عشان يبقى سهل التقليب بعد كده هضيف النشا وبعد كده هضيف معلقة البيكنج بودر انا عايزة من البيكنج بودر معلقة واحدة بس وكل ده طبعا وانا بعمل لازم اكون فتح الفرن على درجة حرارة مية وتمانين عشان الفرن يبقى سخن معي وكمان الفرن هيبقى على درجة حرارة مية وتمانين بس عشان اللي انا عايزة البيتفور او اللانكشار بتاعي يستوي براحته مش عايزها يحمر واول ندخل الفرن يحمر ده انا عايزة اه درجة الحرارة تتوزع صح ويستوي صح ويا جماعة خلي بالكم كل دقيق غير التاني فانا اه دايما اما بعمل اي انواع بسكوت او بيتيفور او اي حاجة لازم بعمل تجربة لوحدة بس يعني اه بعمل اه تجربة في كتعة بعمل دايرة اللي هو اللي بكوره وقوم حطها في صنية واجربها فرشت معي لا يبقى العجينة محتاجة معي معلقتين دقيق كمان لو ما فرشتش وتلقت معي كويسة والمال مثلا اللي انا عايزة عادي بستمر بالعجينة بتاعتي وبعمل بيها الصواني كلها تمام؟ اهم حاجة انكم لازم تعملوا تجربة لوحدة تمام؟ انا بعملها كوار عادي جدا اه زي ممكن انكم بتلعبوا تنسنصال كده بتعملوا كوار وبتحطوها مش بتبططوها ولا اي حاجة لا كرتها كده بتتحط وهي عادي جدا بتاخد اه الملمس بتاعها والدايرة بتاعها بيقل في الفرن تمام؟ وهي ما بتاخدش يعني ربع ساعة ولازم اكون متابعها اهم حاجة ان هي ما بتاخدش اللون الدهبي القوي في الفرن القاعدة بتاعتها لا لازم تاخد اللون اللي هو الاصفر سنة تمام؟ وهتطلع معي بس بها تبرد بعد كده هشكلها بقى انا عايزة اه ازينها مسلا بمربة انا عندي مربة هجيب المربة بتاعتي وادهنها قطعة معلقة اه وهقوم حطة القطعة التانية فوقيها وضغطوها بحيس ان هي تطلع من الجوانب بقوم جايبة بشر جوز هند او بشر مكسرات او اي حاجة انتو حابين تزينوها بيها وبعد ديها المربة طبعا بتمسك في الجوز الهند فبتبقى شكلها طحفة وجميل جدا وبجد طريقة سهلة وحلوة قوي وياريت تكون عجبتكو وياريت لو الفيديو ده خفيفة عليكم واستفدتوا منه ما تنسوش بقى عشان تتابعونا تدوسوا علامة اشتراك اللي هي سابسكرايب الحامرة واتضيفوا تعليق من تعليقاتكو الجميلة واتدوسوا لايك وياريت يكون الفيديو ده عجبكو وكل سنة وانتو طيبين ونشوفكو في وصفات جديدة وكل سنة وانتو طيبين تاني مرة ومتنسوش تتابعونا عشان يوصل لكم كل جديد ومع ألف سلامة وياريت يكون البيتفور او اللانكش عجبكو وبألف هنا وبألف صحة ومع السلامة وشوفكو وصفات جديدة